اشتركوا في القناة والله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الابتلاء حاصل ولكن المؤمن يصبر على الابتلاء ويعمل الأسباب التي تزيل الابتلاء والامتحان فالابتلاء بالأولاد يعالجه بتربيتهم على الخير وبتعويدهم على الصلاح من الصغر وتربيتهم شيئا فشيئا يتعاهدهم من الصغر حتى ينشأوا على الخير وعلى الطاعة ويبعدهم عن قرناء السوء وجلساء السوء قال صلى الله عليه وسلم وروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع هذا دليل على تربية الأولاد على الطاعة من الصغر من سن السابعة من التمييز حتى ينشأوا على ذلك ويألفوه وإذا بلغوا العشر يؤدبون على المخالفة تأديبا يردعهم ويفرق بينهم في المضاجع فلا يتركون ينامون جميعا متقاربين في المضاجع لأن هذا يسبب الفتنة بينهم لأنهم يكونون مراهقين أو قد بلغوا فتحصلوا بذلك الفتنة بسبب الاختلاط وهذا من أدلة منع الاختلاط بين الرجال والنساء حتى ولو كانوا إخوة إذا كان الاختلاط يسبب الفتنة فإنهم يكون الرجال على حدة والنساء على حدة في المضاجع أو في المجالس أو في العمل